مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الطاقة نناقش فيها رغم فشلها في المرات السابقة توقعات ذروة الطلب على النفط تعود من جديد ومع وصول مخزوناتها إلى مستويات قياسية هل تقف بكين في وجه ارتفاع أسعار النفط؟ عصر النفط قد أوشك على النهاية وسنوات قليلة تفصل العالم عن بدء حسار دور الخام الأسود بين الحين والآخر تطفو فوق السطح مثل هذه التوقعات التي تتحدث عن اقتراب أفول نجم الوقود الذي حرك الاقتصاد العالمي لأكثر من قرن من الزمن وكالة الطاقة الدولية توقعت مؤخرا أن يصل العالم إلى ذروة الطلب على النفط قبل نهاية العقد الحالي يعني قبل ألفين تقريبا وثلاثين الذروة أو بيك أويل هي أعلى مستوى يصل إليه الطلب قبل أن يبدأ في التراجع الوكالة ترى أن نقطة التحول ستحدث في قطاع النقل المسؤولة عن أكثر من خمسين في المائة من استهلاك النفط حاليا الوكالة تقول أنه بحلول العام 2026 سيصل استهلاك النفط في قطاع النقل للذروة بسبب انتشار السيارات الكهربائية التي وبحلول عام 2028 ستشكل ربع مبيعات السيارات في العالم الأمر الذي سيسهم في انتفاء الحاجة لنحو 2.3 مليون برميل يوميا من الطلب على البنزين هذا السيناريو يحمل نظرة وردية من وجهة نظر الكثيرين أسطول السيارات الكهربائية حتى هذه اللحظة يشكل أقل من 2% بالعالم كله من كل السيارات الموجودة على الطرقات اليوم ولو افترضنا ثبات حجم هذا الأسطول حتى عام 2028 والتوقعات بنمو السيارات الكهربائية مثل ما قالت الوكالي ووكالة الطاقة الدولية فإنه حتى مع هذا السيناريو ستبقى حصة السيارات الكهربائية من أسطول السيارات عند 11% فقط يضاف إلى ذلك عدم تواثر البنى التحتية الكافية لانتشار السيارات الكهربائية الولايات المتحدة الأمريكية والتقديرات الأخيرة تقول أن هذه الدولة بحاجة إلى مليون محطة شحن عامة جديدة حتى عام 2030 لاحظوا الرقم طب هذا بالولايات المتحدة الأمريكية نحن لا نحكي عن الدول النامية التي لا تزال بحاجة إلى بنى تحتية كاملة لهذه السيارات لا ننسى أيضا أن الطلب على النفط لا يقتصر فقط على قطاع النقل قطاع البتروكيمويات سيشكل لواحده نمو تقريبا 40% من الطلب على النفط على الخام الأسود من اليوم وحتى عشرين ثمانية وعشرين وسيستمر النمو كذلك على وقود الطائرات الذي من المفترض له أن يواصل النمو بالتأكيد على مدى العقدين الماضيين صدرت الكثير من التوقعات التي تتحدث وتحدثت عن اقتراب أسواق النفط من الذروة وهو أمر لم يحدث حتى الآن وقد لا يحدث خلال الوقت القريب اشتركوا في القناة نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من باريس الرئيس السابق لأسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية نيل أتكنسون مرحبا بك على شاشة سكاي نيوز عربية وتلبية الدعوة سؤالي الأول البديهي وإنت كنت تعمل في الوكالة على أي أساس يتم التنبؤ بذروة النفط هل الموضوع له علاقة بافتراضات معينة أرقام معينة داتا تنظر إليها الوكالة ندرة الموارد ما هي الكريتيريا المتبعة لإفتراض ووضع سنة محددة لهذه الدروة الزملاء طبعا في القسم الذي كنت أرأسه ومع الزملاء أيضا من أجزاء أخرى من الوكالة الدولية للطاقة كانوا ينظرون إلى المدى الطويل والمتوسط وخاصة مثلا مع مجيء السيارات الكهربائية والنظر أيضا في التغيرات في قطاع الطاقة والتي ستؤثر على الطلب على النفط في الأعوام المقبلة وفي آخر الدراسات فالوكالة الدولية للطاقة قررت بأن السيارات الكهربائية وتوسعها ربما سيكون سريعا بما يكفي لأن نقول بأننا سنصل إلى الذروة في الطلب على النفط قبل نهاية هذا العقد هذا التوقع طبعا مبني على تحليلات صلبة وقوية وعلى بيانات ولكن ربما لا أوافق على هذا طيب وهنا أنا أريد رأيك لأنه في زمن متغير كهذا وسريع التطورات والأحداث غير المتوقعة هل تعتقد بأنه بالفعل أي جهة كانت تستطيع أن تعطي توقعات كهذه بالسنة وبتفاصيل محددة والاعتماد بالتحديد على السهيرات الكهربائية أنت قالت ما بتوافق ليش فيما يخص السيارات الكهربائية مثلا فهناك قضايا كبيرة فيما يخص المواد الأساسية لبناء البطاريات أو صنع البطاريات وحتى لو اشتريتم سيارات كهربائية فهناك قلق في العديد من الدول بشأن البنية التحتية الموجودة لدعم السيارات مثلا القدرة على شحن السيارات في الخارج حين نكون على الطريق إذن هناك قضايا كبيرة بكل تأكيد مهمة ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات الكهربائية الأمر يتعلق بالشحن وبالطائرات والبتروكيمويات وفي طبعا الشاحنات مثلا ليس هناك احتمال لأن يكون هناك تغيير واستبدال مثلا باستعمال كهرباء مكان النفطة الأمر يتعلق أيضا بالشحن والسفن لأن السفن طبعا هي التي تسهل التجارة الدولية وطبعا في الطيران فلا يزال هناك طبعا نمو كبير في القطاع فالناس يركبون الطائرات للذهاب إلى عطلات أو للتجارة وهذا يبقى سوقا جذابا للنفط وأخيرا البتروكيمويات وهذا يعني البلاستيك والبلاستيك أيضا موجود حولنا ويستهلك بكثرة وحتى الناس في الدول الفقيرة ربما فعلون أكثر في استعمال البلاستيك عما مضى وهناك طلب كبير على البلاستيك من المواطنين في الدول الفقيرة مع غناهم كل سنة وطبعا يريدون أن يكون لهم مستوى عال من الحياة إذن هناك كثير من العوامل وأنا رؤيتي بأنه رغم أنه سيكون هناك ذروة ولكن لا أعتقد بأنها ستكون قبل 2028 بأنك ذكرت السنة 2028 اليوم نحن نسمع من وكالة الطاقة بتقول بأن الاستثمارات الموجودة اليوم بالوقود الأحفوري بالنفط والغاز تكفي لتغطية الطلب حتى 2028 ولكن بالمؤابل نحن نسمع مجموعة الأوبيك والأوبيك بلوس تطالب المزيد من الاستثمارات حتى لا يكون هناك نقص بالإمدادات التي يحتاجها العالم يعني في اختلاف تماما بالموقف من هو القادر على استشراف المستقبل صح برأيك؟ من يطالب بالاستثمارات أو الذي يقول هناك استثمارات كافية؟ بكل تأكيد الذروة طبعا إذا قيل أو كانت في 2028 ولكن سيكون هناك طلب كبير على النفط على مدى عقود مقبلة فهناك توقعات كثيرة تقول حتى في 2050 سننزل نحتاج 75 أو 80 مليون برميل في الاقتصاد العالمي يوميا إذن النفط دائما سيطلب وهذا يتطلب استثمارا دائما حتى نضمن أنه حتى في العالم الذي يكون فيه الطلب على النفط قليلا ولكن سد تلك الحاجيات ينبغي أن يحدث ولذلك الاستمرار في الاستثمارات بكل تأكيد مهم جدا وهذا يعني بأنه ينبغي أن يكون هناك كما قلت استثمار مستمر والأوبك محق بالقول بأنه سيكون من الخطأ أن نقطع الاستثمارات بسرعة أو فجأة لأننا نرى مثلا دروة في العقد المقبل هذا سيكون خطأا كبيرا سواء أحببنا ذلك أم لا فلا يزال هناك طلب على النفط والغاز على مدى عقود مقبلة جميل طبعا نيل نحن نعرفك منذ زمن بعيد ونعرف أنه أنت ومعروف بموضوعيتك بالحديث عن أي موضوع يخص الطاقة هل ترى اليوم أن العالم مجزأ أو ممزق ما بين تيارين مختلفين واحد يدعو إلى الانتهاء تماما من النفط والغاز والذهاب إلى الطاقة النظيفة من دون بالفعل البحث والنظر وقيام بالدراسات المزبوطة وطرف آخر يدافع بشدة عن موضوع النفط والغاز ويقول يجب أن يبقى مع ذلك في أصوات بتقول النفط والغاز باقيان ولكن يجب أن نبحث في نزع الكربون في تخفيض الانبعاثات ليس هناك شيء خطأ بشأن مسار مثلا نزع الكربون في مركب النفط أو مركب الطاقة ولكن من جانب آخر وبما أنني عملت لسنوات في هذا القطاع فأنا أعرف بأن هناك في العالم اليوم هناك عالم جديد علينا أن نواجهها ونعم ينبغي أن نفعل كل ما في وسعنا فيما يخص الأهداف ومع سياسات الحكومية وتطبيق تلك السياسات لنفعل كل ما في وسعنا لنزع الكربون ولكن علينا أن نفهم بأنه ليس من الممكن أن ننزع الكربون بالوتيرة التي بعض المتشددين من دعاة نزع الكربون يدعون إليها ليس هناك الأموال الكافية وليس هناك الخبرة التقنية الكافية وأيضا لا يمكن التخلي عن قطاع الطاقة كما هو الآن خلال عشرة أو عشرين سنة هذا ليس معقولا وفي نفس الوقت بسبب حاجيات العالم وعدد السكان الذي ينمو عدد سكان العالم وخاصة في الدول الفقيرة التي طبعا يتساعد اقتصاداتها فهم طبعا يطلبون استثمارا نعم هناك استثمارات في النفط والغاز أننا نحتاجهما ولكن نعم حين نستطيع مثلا نستثمر في الرياح والشمس أي طاقة التي تأتي منها إذن الأمر لا يتعلق بهذا أم ذاك الأمر يتعلق بإيجاد الخطة الصحيحة وننزع الكربون من دون أن تكون هناك عرقلة لنظام طاقة العالمي يعني خير الأمور الوسط من باريس الرئيس السابق لأسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية نيل أتكنسون شكرا جزيلا لك فاصل قصير نتابع من بعده في عالم الطاقة خطوات تحفيز الاقتصاد الصيني حتى تكون الشرارة التي تشعل أسواق النفط لم تعد الصين مجرد مستورد للنفط يتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار كما هو الحال مع بقية الدول المستوردة على العكس تماما باتت الصين اليوم قادرة على التأثير في الأسواق بدرجة لا تقل أهمية عن تلك التي تملكها الدول المصدرة للخام الأسود مخزونات الصين من النفط وصلت بحسب بعض التقديرات إلى مليار وستين مليون برميل وهي مستويات قريبة تقريبا من المستويات القياسية التي سجلت خلال وباء كورونا عام 2020 طبعا هنا نتحدث عن المخزونات التجارية والاستراتيجية خلال ما يلاحظ الرقم أضافة الصين نحو مليون وسبعمائة وسبعين ألف برميل يوميا من النفط إلى المخزونات كل يوم وهي الوتيرة الأسرع في نحو ثلاث سنوات هذه الكمية العملاقة من المخزونات تمكن بكين من وجهة نظر البعض من التأثير على أسعار النفط وتحديدا من خلال منعها من الارتفاع فوق مستويات محددة أي أن الصين بهذه الحالة تكون قادرة على ضخ كميات من المخزون في الأسواق عند الحاجة لزيادة المعروض وبالتالي الضغط على الأسعار قدرة بكين على كبح جماح الأسعار تحقق لها الكثير من الوفورات بما أنها أكبر مستورد للنفط في العالم واستهلاكها قد تجاوز في مارس عتبة رئيسية تبلغ 15 مليون برميل يوميا التأثير يظهر أيضا في جانب قدرات التكرير خلال العام الماضي تجاوزت الصين الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر مركز لتكرير النفط في العالم بعد أن باتت لديها القدرة على تكرير أكثر من 18 مليون برميل من نفط يوميا بامتلاك هذه القدرات يمكن القول أن الصين باتت تعد أكبر مزود للوقود مثل البنزين والديزل بالعالم كله مما يعني امتلاكها قدرة أكبر للتأثير على الأسعار حتى هذه المنتجات في الأسواق العالمية كما هو الحال في مختلف جوانب الاقتصاد العالمي وقطاعاته لم يعد من الممكن تجاهل الدور الكبير الذي يلعبه التنين الصيني دور يوصف بأنه أكبر تغيير هيكلي في أسواق النفط منذ عقود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الصين بحاجة لتدخل الحكومة لتستمر عملية التعافي والتخفضات الأخيرة لمعدلات الفائدة أرسلت إشارة إيجابية لكن ما يزال هناك الحاجة للمزيد تعافي الصين هو أساسي لنمو الطلب على النفط هذا ما يقوله ضيفنا نائب الرئيس للتكرير والكيمويات وأسواق النفط في ود ميكنزي ألان جولدر مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا ألان مفهوم جدا الترقب لأي أرقام أو توقعات اقتصادية للصين طبعا بالنظر للوزن الثقيل لهذا البلد في الأسواق فما هي توقعات ود ميكنزي لبقية عشرين ثلاثة وعشرين نحن نتوقع الطلب على النفط في الصين بأن يستمر في الارتفاع وربما نسبيا أقوى والتوقعات لدينا ليست ربما إيجابية كما كانت قبل أشهر مع تخفيض طبعا توقعاتنا للناتج المحلي الأجمالي وتخفيض أيضا الطلب على مثلا البتروكيمويات والتي هي مرتبطة طبعا مع التصنيع ولكن نتوقع نموا قويا وخاصة مثلا للطائرات والغاسولين أي أقصد وقود الطائرات ففي 2023 نحن نتوقع بأن الطلب سيصل ربما إلى مليون برميل يوميا مقارنة ب2022 ذكرتم ضمن التقرير بأن هناك مجموعة تحتاج الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تحتاج الحكومة القيام بها اليوم ما الذي تعنوه بالتحديد؟ ما هي الخطوات التي يجب على الحكومة الصينية القيام بها حتى تقوم بضمان تعافي أسرع للاقتصاد الصيني؟ أنت كنت ذكرت بأن توقعاتكم لم تكن إيجابية كما كانت في السابق لقد رأينا أو طبعا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي ونموه في الربع الأول والذي كان أقوى مما توقعناه ب4.5% وكنا نتوقع أيضا نموا لنتج محلي الإجمالي ب5.7% على مدار العام وهذا الربع الثاني كان ربما مخيبا للأمال ولم يحقق تلك المستويات إذن نرى طبعا نشاطا أكثر في التصنيع وأيضا نرى استثمارات في العقارات ما تحتاجه الحكومة هي بدأت نعم تتخذ إجراءات فيما يخص مثلا تخفيض سعر الفائد الرئيسي ونريد أن نرى تحسنا في الاستهلاك الاجتماعي وأيضا الاستقرار في سوق العمل وبأن الأمور ستصبح أفضل لأن مدخرات الصينيين تبدو قوية والحكومة عليها أن تشجع المدخرات لتتحول إلى بضائع والتي طبعا ستعزز الطلب داخليا والنشاط الاقتصادي عموما وهذا سيؤدي إلى طلب أكثر على النفط بالفعل معروف عن الصينيين بأنه ما يصرفوا مدخرات كبيرة وهذا أهم شيء لنمو وتحرق عجلة الاقتصاد لماذا تبني الصين المخزونات النفطية لديها بهذا الشكل المخزونات التي استعرضناها في التقرير حين أن نتحدث عن المخزونات عن مخزونات النفط الخام أم مخزونات مثلا لاستهلاك الشخصي لا المخزونات الخام التي استعرضناها هي الاستراتيجية والتجارية نعم نعم فقط أن أستوضح حسنا الصينيون هم جيدون ويحاولون في إدارة المخزون الذي لديهم والذي يديرونه إذن لو أنهم شعروا بأن أسعار النفط سترتفع مع طبعا وصولنا إلى نهاية العام وتوقعات حتى منا تقول ذلك ففي هذا الوضع فبكل تأكيد هم يستبقون الأمر يشترون قبلا ويخزنون النفط إذن يشترون النفط بأقل سعر وحين ترتفع الأسعار ثم طبعا يستعملون ذلك المخزون إذن الأمر يتعلق فقط بمحاولة كما يقال المحافظة على النقود الموجودة لديهم وطبعا الشراء في الوقت المناسب حين يكون الأسعار منخفضة ثم حين ترتفع الأسعار يستعملون الاحتياطي إذن فنحن نرى بأن هذا التخزين من الصينيين بأنه بناء على توقعاتهم بأن اقتصادهم سيتعافى والطلب سيزيد والطلب العالمي سيزيد وهذا الطلب طبعا لم يقدم الكثير ولكن عليهم أن يشتروا النفط أشهرا قبل أن يستعملوه ولأنهم يتوقعون وربما حتى يكرروا النفط لتلبية الطلب الداخلي رغم أن الطلب الداخلي لم يكن قويا كما كان متوقعا إذن الأمر يتعلق كما قلت بالاستباق أو لأنهم يتوقعون طلبا أعلى على النفط في الأشهر المقبلة هل توافق المقولة التي تتحدث اليوم أن أوبيك بلس هي من تضع قاعدة الأسعار وترسم هذه القاعدة والصين هي من تحدد السقف لأنه أنت في حديثك كل كنت عم بتقول أنه إذا ارتفعت الأسعار نعم نعم أوافقك نعم فما نقوله ربما هو أن يكون هناك تحرك أكثر من أوبيك و أوبيك بلس ونعتقد بأن الأسعار الحالية للبراند حوالي 75 التي تمثل ربما على المدى المتوسط وما نراه مثلا الحركة بين المملكة العربية السعودية مثلا ليحاولوا في يوليو لعادة الاستقرار إلى السوق وربما حتى المخزون الذي ذكرتموه في بداية التقرير لمواجهة هذا وحين ترتفع الأسعار فرأينا لاسا فقط الصين ولكن الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة تخرج من مخزونها وتستهلك ما لديها لتضع سقفا لأسعار النفط إذن سنقول بأن أوبيك لديه القدرة والأفضل ربما لضمان هذا التدفق ولضمان سقف وطبعا هذا يتطلب إطلاقا للمخزون ولكن ربما خاصة في المدى الأقصر ولكن الصين والولايات المتحدة طبعا والمخزون الذي لديهما والنية التخزين هي فقط لتخفيض الأسعار إذن هناك طريقة ربما هذه الطريقة يفعلانها لوضع سقف نعم للأسعار شكرا جزيلا لك نعب الرئيس للتكرير والكيمويات وأسواق النفط نهاية حلقة هذا الأسبوع من عالم الطاقة أشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بأمان الله اللقاء يتجدد يوم الثلاثاء المقلب إلى اللقاء